هل بعدما تركت نتالي جابريل سيتعاون جابريل مع سيدة السوروغي التي هي تومي هل سنراه اخيرا يتحالف مع شركاء جدد هل سيترك نتالي ولن يحاول ان يرجعها مرة اخرى الى فريقه سنعرف كل هذا في فيديو اليوم لذا قبل ان نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام واذا كنت تريد معرفة المزيد تابع الفيديو للاخر لانني صديقك وانت تشاهد حسنا قبل ان نصل الى سيدة تومي او سيدة توروغي دعونا نأخذ ثانيا لتتحدث عن نتالي قليلا وكيف سأمت من نهاية الحلقة الاولى كما ينبغي ان تكون طلب منها جابريل المساعدة في خطة جديدة واخبرته انه مجنون ولا يستحق مساعدتها او مساعدة اي شخص اخر لكن في الحقيقة يبدو ان جابريل يضغط على من حوله حتى اقرب حليف له التي هي نتالي ترقته بسبب هواسه للضعسوق والقط الاسود فهل من الممكن ان يبدأ ذلك في التأثير على العلاقات الاخرى في حياته ايضا نعلم من المواسم السابقة ان جابريل وتومي لديهم اتفاق لكننا لم نكتشف بعد ما هي هذه الاتفاقية وهو بالضبط الامر الذي يقودني الى الحلقة التالية التي هي التعدد كما هو واضح في الاعلان ان تومي تتحول الى ايكاري جوزن بالاكوما اليس كذلك لكن لماذا الافتراض الواضح هو من اجل كاجامي او من اجل شيء له علاقة بها ولكن ماذا لو كان الامر متعلق اكثر بجابريل هذه المرة في نهاية اعلان حلقة التضاعف سمعنا تومي وهي تقول النموذج الاول كان ناجحا يا جابريل واجابها هيبنا للعمل لذا ايا كان اتفاقهم يبدو انه جار اخيرا لكن جابريل يفقد عقله حرفيا واصبح اكثر جنونا من المواسم الاربع الماضية ماذا لو سائمت تومي من المدة التي يستغرقها جابريل لايقاف اتفاقهم ماذا لو كان النموذج الاول الذي تشير اليه لم يعمل في بداية الحلقة وغادرت منزله محبطة وغاضبة من اخفاقاته مما ادى به الى تحويلها بالاكومة الى ايكاري جوزم مرة اخرى واعطاها ميراكلس الفقر وهو ما يمكن ان يفسر ايضا ذهابها الى المدرسة لاحظوا انها تهاجم ادريان واصدقائه لكن لماذا في هذه المرحلة انفصل ادريان وكاقامي منذ فترة اليس كذلك لذا اعتقد انها قد تكون غاضبة جدا من رؤيته مع شخص اخر غير ابنتها او قد تكون غاضبة جدا من جابريل لدرجة انها تلاحق ما تعتقد انه يهتم لامرها اكثر الذي هو ادريان لكن لم تكن هذه المرة الاولى التي يقع فيها ادريان في مرمى نيران معارك والده حدث هذا في حلقة ستايل كوين في الموسم الثاني والان سوف نتحدث عن نهاية الحلقة قليلا لقد خسر مونارك معركتين متتاليتين واسار غضب ناتالي وعرض ادريان للخطر وكان يمكن ان يفقده لذلك قام باصلاح الامور مع ام كاقامي وعمل على النموذج الاول وهم مستعدون للعمل لكن ماذا هو المشروع الذي سيعملون عليه يبدو انها يمكن ان تكون شراكة اكثر خطورة ونستند الى دليل من اغنيات الافتتاح الرئيسية الجديدة اذا نظرت بعناية فانتقال مونارك الى الضعصقة والقط الاسود في اغنية يتدخل مع شعار تسوروغي من الواضح انها ليست مصادفة كانت تومي منذ البداية وانا متحمس لمعرفة المزيد عن مدى معرفتها ومشركتها مع عائلة اغريس والى هنا نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو وان اعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد واشتركوا في القناة الثانية التي ساضع رابطها في وصف الفيديو وتابعوني على الانستجرام كان معكم احمد فؤاد والى اللقاء